السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة عمر يوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إلقاء القبض على اليوتيوبر تالى صفوان بعد عدة بلاغات بسبب محتواها الذي يدعو للرذلة والشدو وأعلنت شرطة منطقة الرياض في بيان لها عن القبض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت عبر بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإحاءات جنسية من شأنها المساس بالأداب العام وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة أما بالنسبة للعقوبة المنتظرة فحسب القانون السعودي تصل عقوبة بث الإحاءات الجنسية عبر مواقع التواصل إلى السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال ثم نشر الحكم في صحف محلية قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإحاءات جنسية من شأنها المساس بالأداب العامة وجراء إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة ترجمة نانسي قابقية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة